اهلا وسهلا بكم الحمد لله رجالنا نستاني في حلقات لمية الاسبوع ونحن أسفين على انقطاع كان فيه ظروف صحية كده وشوية لغباطة بس الحمد لله ودعواتكم لنا عشان ان شاء الله بإذن الله البرنامج تطور وكل دايما فترة نقدر نقدم أفكار جديدة وفقرات وضيوف أفضل من الأول بإذن الله وان كان حصل دروب في الحلقة الأخيرة من حوالي شهرين فإحنا أسفين ان شاء الله بإذن الله الحلقة النهاردة مميزة مش هرزقل عليكم هيكون معنا ضيف مميز جدا بعد شوية هيكلمنا ان شاء الله عن تجربة النجاحة الصينية وهيكلمنا ان شاء الله عن ببادرة الحزام والطريقة معنا ضيف مميز جدا دكتور وليد جبالة دكتورة التشعية الاقتصادية والخبير الاقتصادي دلوقتي هنبتدي ان شاء الله بفقراتنا نقول شوية أخبار عن الفترة اللي فاتت وبعدين هيبقى معنا مداخلة تليفونية مع الأستاذة فريضة صلاح الصحفية ازاي كاميرا؟ الحمد لله وبركيني وحشتيني والأستاذ المشاهدين وحشوني كلهم والله حشوني جدا الأول بس نقول لهم صباح الخير صباح النور صباح الخير انت كمان صباح النور نبدأ باب بالأخبار وزي ما معاودنهم ولا؟ نبتدي بالأخبار أبدأ أنا؟ تأكد ميسي أول خبر معايا أنه تم ختم فعاليات النجحة ومميزة للسنة دي لمؤتمر القاهرة السينمائي الدولي رقم 41 وده كان امبارح يوم الجمع واحتفالا باب المناسبة دي أقام امبارح المركز الدولي للفنون حفل موسيقي كبير الحفل ده كان في أصر من ستيرليل بالمانيال تمام؟ أقول بقى الخبر الثاني ولا هتتخبر أقول الخبر الثاني خلاصي كل الأخبار ميسي الخبر الثاني أنه تم التجديد للسيد طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي المصري التجديد ده كان لمدة أو بقى لمدة أربع سنين جديدة وده بعد النجاحات الكبيرة اللي هو حققها في السنين الأخيرة ليه من فائد في الاحتياطي النقدي بالدولار واستقرار لسعر صرف الدولار بعد تعويم الجنيه وانخفاض معدلات التدخم شكرا سيدة زميرة وبقى نكسير يسمعنا الأخبار الحلوة دي وإن شاء الله ربنا يوفق في برنامج الإصلاح ويوفق السيد طارق عامر في الفترة الجاية إن شاء الله أنا حابب أقول للخبرين بسرعة أول خبر النهاردة بدينطلق في مصر مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة الشائعات والأكاذيب ونشوف أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الحالة النفسية للمواطنين وأثر دعا الحياة الاجتماعية والسياسية بصفة عامة المؤتمر بشارك فيه صحفيين وإعلاميين وخبراء في أمن المعلومات والتكنولوجي الخبر الثاني هو رياضي ريال مدريد بيوقع شرط الجزائر هو الأكبر في تاريخ حقود كرة القدم مع اللاعب الأورجوي بعد تقلقه لعب فريدريكو فاليفيردي هو عاملين شرط الجزائر 750 مليون دولار 34 مليون دولار علشان يضمانه بقاء اللاعب لعام 2025 ما يقدرش ينتقل لأي نادي تاني ودي من حاجات النادرة في كرة القدم يعني هو الشرط الجزائر في عقده أكبر من الشرط الجزائر في عقد ميسي دلوقتي إن شاء الله هتبقى معانا مع مدخلة تليفونية مع الأستاذة فريدة صلاحة معانا على التليفون يا شباب حالو حالو زي حركة أستاذة فريدة أخبارك إيه؟ حضريرا كيف عندما تنيني الحمد لله الله يخليك يا رب موفقة دايما وكل الشباب في عالم المال يا رب دايما يا رب الله يخليك أنا استسمح حضريرتك أنا مش عايز أسقل عليك وأنا هقول مثلا يعني سؤالين ثلاثة وهسيبك أديك مثلا إيه سبع ثمان دقائق تنطلق فيهم بقى إيه؟ تعرفينا بمؤتمر اللي كان فيه أفواق واستشاف للمستقبل قطاع المال والأعمال المؤتمر كان من حواليه ثلاثة يام وانتهت فعلياته وعايزين نعرف بس أهم الأهداف والتوصيات شايفين مستقبل قطاع الأعمال في مصر إيه؟ لأنه كان الفترة ما قبل 25 يناير كان تم بيع نسبة كبيرة جدا لقطاع الأعمال في مصر فهل فيه مستقبل قطاع الأعمال في مصر؟ والدنيا مش هزاي؟ في البداية بأتشرف بحضرتك طبعا جدا وسعيدة أن أنا كنت في تقاطية المؤتمر الصحفي دوت هو من كان حضوره بسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال من أبرز من المدخلات اللي هو أعمالها من خلالها محاور خصة تطوير الشركات التابعة لقصة الأعمال لقطاع الأعمال الأعمال وتوجيح الشركات التي تم تنفيذ الإصلاح فيها وتحولها من شركات خسيرة إلى شركات ذات ربحية ويأكد من خلال كلمته برضو أنه الاعتماد الأول في التطوير هو إعادة هيكلة هذه الشركات وأشار برضو سيادته إلى أن التطوير الشركات تم تدبير أموالها ذاتية من قبل الشركات نفسها ويشمل التطوير عدد من الشركات وأبرزها شركات الغزل والنسيج وشركات العقارات والشركات القبضة للنقل البري والبحري وأوضح أنه برضو خلال المؤتمر أنه يتم حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية في مجال سماعة السيارات الكهربائية من أجل إعادة إحياء شركة النصر للسيارات ده بالنسبة لأهمية المؤتمر اللي احنا عملناه وغطناه بالنسبة بقى لأهداف المؤتمر كان ألقى الضوء على قطع الأعمال عموما بإعادة الهيكلة والتطورات الكبيرة التي يشهدها قطع العمال هذا المؤتمر كان النصحة كام؟ النسخة الدولة التانية حضرتك إن شاء الله طبعا هو برعاية الدولة شكل رسمي صح؟ أو برعاية مؤسسة عندنا عالم المال تمام أوكي حضرتك يعني الرؤية الشخصية لحضرتك بقى انتباع الشخصي المؤتمر اللي جات وهي التوصيلات دي بتعمل بيها الوزرات يعني شغالين على الكلام ده ولا لسه محتاجين تواصل أكتر مع الحكومة؟ لا فيه طبعا تواصل وكان فيه نظرة مستقبلية برضو طرحها سيد جمع وتوفيه وزير قطاع الأعمال برضو أنه هو فيه دعم كبير من رئاس الجمهورية ومن رئاس مجلس الوزراء في تطوير أداء قطاع الأعمال وتم تشكيل لجنة بقرار جمهوري فعلا لتعديلات قانون رقم 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام. هذه اللجنة على دراسة كافة التعديلات لكلها المقترحة وهناك حوار مجتمعي بشأنها من قبل إقرارها. حال المؤتمر بيسعى لأنه هو ياخد تجاري بعد الدول لتطوير قطاع الأعمال فيها وإحنا نطبق نفس الأفكار دي أو نستفاد منها؟ آه طبعا إن شاء الله إن شاء الله شكرا حضرتك ألف شكر وإن شاء الله على الأمان يتشرفين في الستوديو بإذن الله في أقربة بإذن الله يا رب إن شاء الله شكرا حضرتك استسمحك سيد زميلة تكلمين عن ضفنا اللي هيبقى معنا في الستوديو كمان شوية؟ ولا نسبها مفاجئة نسبها مفاجئة هيبقى معنا دكتور وليد جبالة كمان شوية إن شاء الله فاصل ونرجع مع دكتور وليد جبالة إن شاء الله ورجعنا لكم معنا دلوقتي في الستوديو ضيف عزيز جدا دكتور وليد جبالة خبير الاقتصادي كبير ودكتوراه التشاهد الاقتصادية هتكلمنا عن تجربة صينية النجحة في التصنيع وفي كل شيء واتكلمنا عن ببادرة الصين حيزة منطريق في الحقيقة في البداية بس قبل ما نرحب بسيطة الضيف ونكلم معنا أنا حابب بقوله الصين حوالي مليار ونص حاليا بتاخد حرب تجارية مع أمريكا وكل الناس عارفة معلومات كتيرة جدا عن أمريكا من خلال الميديا والأفلام الأمريكاني لكن بنعرف قليل جدا عن الصين رغم إن الصين نجحة جدا وما فيش بيت بياخله من البضائع والمنتجات المكتوبة عليها صينية في الصين لازم يكون عندنا معلومات كافية عن الصين ونحس ونلمس بأيدينا تجربة النجاحة الصينية دكتور وليد جبالة كان منذ أيام قليلة في الصين بيحضر مؤتمر الحواكامة الاجتماعية في الصين وبيحضر برنامج للخبراء خبراء مخزون الفكر العالمي صحي كده؟ نعم زي حركة دكتور وليد أهلا بيك أهلا بيك أهلا مصدر شرفنا بحضرتك وريد بنتيدينا خلفية بقى عن أرل بس حابف الأول أستاذة ميرة إتراحة بحضرتك أهلا مصدر وحريك من أورنا النهاردة شكرا جدا ممكن حضرتك تكلمنا عن انتباعك الأول يوم ليك في الصين طبعا أنا لما في بداية زيارة الصين أنا كنت متوقع النجاح بس اللي أنا شوفته في الصين يمكن فق توقعاتي الشخصية بمجرد أن ما وصلت للصين لقيت مطار كبير مطار دخل لكن التصميم بتاعه أنا لاحزت أنه هو تصميم موفر للطاقة يعني هما بيستغلوا الشمس المطار منور بالإضاءة الطبيعية بقى أقل قدر من استخدام الطاقة لما ابتدت أتجول في شوارع بكين لقيت عاصمة عريقة جدا متطورة جدا ولكن هو اللي ملفت في هذه العاصمة أنه بتفكرني بالقاهرة يعني هناك بنايات شهقة هناك أغنياء هناك فقراء يعني هل الاقتصاد الناجح ده معناه القضاء على الفقر اللي أنا اكتشفته أنه لا هناك فعلا يظل هناك تفاوت ولكن في ظل هذا التفاوت هناك تحسين حتى في معيشة الفقراء يعني حتى الفقير هو عنده تحسن ولكن التفاوت الطبقي هو التفاوت هو موجود وموجود في كل الاقتصاديات لكن بتتميز الصين وزي ما ابتدت ألاحظ في بكين أن في بعض المجتمعات أنه من الممكن أن بعض المهن البسيطة يستعينهم بجنسيات أخرى يقوموا بها المواطن الصيني هو اللي بيقوم بكل شيء المواطن الصيني هو اللي بيجمع القمامة وبيجمع أوراق الشجر من اللي بتقع في الشوارع وهو اللي بيقود التكنولوجيا وبيصمم وبينفذ التكنولوجيا فائقة الأهمية هو الدكتور والتاجر والصانع هو الغني والفقير قوة الاقتصاد الصيني وقوة الصين الحقيقي اللي أنا شفتها في هذا الشعب اللي بيقوم بكل شيء ما عندهش غرور ما عندهش عنجهية بيتعامل بكل شيء بيبان جدا هذا الأمر في العاصمة بكين اللي وسائل المواصلات فيها احنا بنشوف سيارات فارغة الشوارع بأوتوبيسات متطورة جدا مترو أنفاء دراجات كهربائية دراجات هوائية مواطنين ماشيين في الشارع على رجليهم تنوع وسائل المواصلات بيعطي انطباع على التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي لهذا الشعب ولكن في وسط هذا التنوع وهذا التفاوت الطبقي وهذا النجاح بشوفهم مبتسمين بشوف المواطن الصيني مبتسم سريع الحركة خفيف الوزن هم مش تخان ما عندهمش سمه خفيف الوزن بيذهب بخطوطه السريع اللي عمله مبتسم ويمكن دي القوة اللي عندهم اللي ما فيش حد هيقدر يوقف الصين لأن الناس بتحب شغلها بتذهب إلى عملها بخطوة سريعة مبتسمة عندها ثقاف دولتها وثقاف نفسها وفي البرنامج والطريق اللي هم ماشيين فيه طيب حضرتك شفت بنفسك نجاحات كبيرة لشركات صينية أنا أزورت في الزيارة أكتر من شركة صينية لفت نظري أشياء كتيرة جدا خليني أبدأ بشركة وشركة من الشركة المهمة شركة اسمها سي سي إي سي سي هذه الشركة أستسمحك دكتور بس عشان الشباب في كنترولي تمام تفضل يا دكتور شركة سي سي إي سي شركة دي شركة من أكبر الشركات في العالم اللي بتعمل في مجال النقل والسكة الحديد وبناء الجسور والأنفاء اللي بتعترض وسائل النقل وذلك زورت المعرض والمتحف الخاص بالشركة وشوفت أعمالها شوفت الألات الحديثة اللي بتشتغل بها الشركة كان عقضنا اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة هذا الاجتماع لفت نظري جدا لأن احنا كنا حوالي 64 خبير من دول كتير من العالم رئيس مجلس الإدارة استقبلنا وكان مش لوحدة كان خلفه مجموعة من كبار قيادات الشركة واللي لفت نظري أنهم كلهم شباب وكان بالضبط وكان لما بييجي بنسأله أي سؤال فمجرد أنه كان بيفتح الإجابة وينظر خلفه يستدعي المسؤول عن هذا الملف وبيقدمه هذه الشركة اللي بتعمل في مشروعات في معظم دول العالم مشروعات بمليارات الدولارات الأفرع الرئيسية اللي فيها الشباب اللي كانوا موجودين بالضبط بالضبط احنا كنا في الاجتماع دي صورتي مع رئيس مجلس الإدارة كان سعيد جدا أن نحن نتصور مع بعض بيقدس الشباب وبيعطيهم أدوار الشركة بالكامل قائمة على الشباب دي شركة سي سي إي سي سي وأتصور أن هيكون لها دور في مجال التنمية في مصر في مجال تطوير السكر الحديد في الفترة القادمة أيضا زورت شركة تومي ودي شركة من شركات المتطورة جدا ولها نشاط كبير في مجال المنسوجات ولحظت قد إيه أن الألات اتغيرت وأن التكنولوجيا اتغيرت ولحظت قد إيه أن وظيفة عامل ربما مش هيكون لها مستقبل المستقبل هو للتكنولوجي قدرت اللي بيتم في بلدنا بافتتاح أربع جماعات تكنولوجية هذا العام بحيث أن هيكون التكنولوجي هو اللي هيتولى التكنولوجيا التعامل مع التكنولوجيا أنت لما بتشوفي الشخص في مصنع مجرد أن هو بيرأي بالآلة بالآلة بتضرب وبيشتغل عليها باللمس على شاشة كمبيوتر ففكرة أن العامل اللي هو خريجي أهدادية أتصور أن مش هيكون لها مستقبل ولازم إحنا في مصر نكون مؤهلين وعارفين أن إذا أردنا صناعة وأي آلات حديثة هتجلنا علشان الصناعة هي محتاجة شخص مؤهل عالي إنما في كل شيء يعني هو سائق الكطار هيكون مؤهل عالي العامل اللي هيشتغل على الآلة مش هيكون عامل هيكون تكنولوجي لأنه تصور أن المستقبل هيكون ما بين المطور والتكنولوجي المطور اللي بيطور الآلة والتكنولوجي اللي بيدرها بالضبط ده نموذج للكطارات اللي موجودة في اللي كان في المتحف بتاع شركة CCECC دي وحدة حفر أنفاق بتبحر الأنفاق علشان لو طريق استقل حديد اعترضوا جبل هي بتشؤ الجبل ده نموذج من النمذج اللي قامت بها تطوير مدينة أحدى المدن الإفريقية اللي قامت بها شركة CCECC في شركة تومي أيضا شفت التطور دي الجوائز اللي حصلت عليها شركة CCECC إنما ده بقى من شركة تومي وشايفين قد إيه أن العامل مجرد واقف يرائب يرائب بس الآلة هذا العامل لابد يكون مؤهل عالي مش عامل أصلا مش هيكون اسمه عاملة تكنولوجي عشان يقدر يتعامل مع هذه الآلة لازم أعرف أن لما الصينيين هيفتتحوا مدينة المنسوجات في مدينة السادات اللي شغالين عليها دلوقتي لازم نعرف ولازم الشباب تعرف أن طبيعة الأدات اللي جاية لازم محتاجة حد كف وشاطر علشان يتعامل ومثقف ومؤهل عالي علشان يتعامل مع الآلة زورت مدينة الروبوت وشفت قد إيه التطور وقد إيه التكنولوجيا اللي كانت موجودة الصورة دي ده رئيس مجلس إدارة شركة CCECC وخلفه الشباب كيادات الشركة هذه الصورة من شركة تومي وشايفين قد إن العمل في شركة تومي عمل ما بقاش عامل بقى تكنولوجيا يتعامل مع هذه الآلة التكنولوجية كل شيء في المستقبل هيتغير العمر الافتراضي الخاص بالتكنولوجيا بحد ذاتها قصير يعني الآلة خلاص يا جماعة مش مقولا فكر إن الآلات اللي عندنا في المصانع في الخمسينات من أيام جمال عبد الناصر لسه تشتغل لحد النهاردة مش هتطلع المنتج اللي هيرضي السوق المحلي ولا اللي هيرضي السوق العالمي حضرتك في صور عن المؤتمر ولا معظمها كده عن الشركات والجوالات اللي حد كنت بيها طبعا ده من شركة تومي ده من شركة تومي اللي بيهمني كمان قبل ما اتكلم عن المؤتمر ليهمني الميناء حضرتك زورت مدينة نينجبو اللي فيها أكبر ميناء وفيها مدينة الروبوت واضح إن السن قطعت شوت كبير في مجال الروبوت الروبوت طبعا إحنا شفنا معرض الشركة الخاص بي الروبوت هم بيعملوا كل حاجة بالروبوت الروبوت بيكتب الروبوت بيتكلم الروبوت بيساعد في أعمال المنزل شفت استسمح حضرتك في فيديوهات للروبوت ياريت نشوفها إنها مميزة جدا أنا وصلت لدرجة إن كشفت عند الروبوت أنا وقفت قدام جهاز الروبوت هتحط صبعك بيعطيك نتائج معينة طبية تطلع لسانك وعلى الشاشة اللي أمامك بيقرأ الحالة المرضية من اللسان فيما أنا فيديو بالضبط ده ده من مدينة الروبوت دي روبوتات متحركة في مدينة الروبوت في الروبوت النهاردة يهمني أقول إن مش معنى إن الروبوت وهما متطورين في الروبوت إن مش بيشتغلوا أبداً ده زي ما هناك مهن انتهت زي ما مهنة عامل بقول لحضرتك انتهت وفي مهنة الروبوت فالمين اللي بيصنع الروبوت فإذا كانت التكنولوجيا بتنهي على مهن فالتكنولوجيا بتخلق مهن أخرى إحنا شفنا يعني مش معقول إحنا في مهنة التربوش تلغت مهنة الحنطور سائق الحنطور تلغت وجدت مهن أخرى لازم نعرف إن احنا على أعتاب صورة تكنولوجيا جديدة هيكون فيها مهن يعني دي روبوت بيش حد يصدق إن دي سيدة بالروبوت بتتكلم بتتحرك طبعاً في الزيارة عايزة تنقل الملف وملف مهم ملف الريف طب قبل الريف استكملاً مدينة الروبوت ومدينة النينجبو كان فيه ميناء حابت تكلم عن الميناء؟ بالتأكيد أنا اتفاجأت بالميناء طبعاً الميناء في نينجبو أنا ما لقيتش حاجة في الميناء فيش ناس كل مكان؟ هو ما فيش حاجة أصلاً أنا شفت أنا ما شفت أنا شفت ميناء كبيرة جداً فيها كنتينيرات وفيها وحدة شحنة وتفريغ الناس الوحدة الشحنة والتفريغ العمال بيديروا الأوناش من ارتفاع عدد محدود جداً يتعد على أصابع الإيدين عدد سيارات قليل بين الشحن بين الكنتينيرات من الساحة إلى مكان الشحن عدد من السيارات اللي بيدخل الميناء دون انتظار دون انتظار يعني عدد السيارات الحقيقية اللي موجودة في الميناء اللي موجودة بالفعل لا يتجاوز 10 أو 15 سيارة بتحمل كنتينيرات لأنه ما فيش توقف مدة الشحن مدة الشحن والتفريغ الكنتينير الواحدة الكنتينير دقائق هي بتدخل يدوب بتتحمل يعني فيه تنظيم للعمل ما فيش مهن هو التنظيم كله إلكتروني الكنتينير من أول ما بيخرج من مكانه ده الميناء ده الميناء زي ما حضرتك شاهد ده وحدة الشحن والتفريغة هي موجودة وما فيش حد العربية بتدخل من تحت من هنا بتتحمل على بيرفع الكنتينير ما فيش مهنة مخلص جمركي ما فيش مهنة الخزنة بتقفل الساعة 12 ما فيش حاجة اسمها العربية هتستنى قدام الميناء 3 أيام علشان تعرف تدخل كل ده تم واحنا مش شايفينه تم التغلب عليه احنا مش شايفينه كل ده بيتم إلكترونيا هل تتخيل أن هذه الميناء تجاوزت المليار تن شحن وتفريغ في 2018 ماشاعد مليار تن ده الساحة بتاعت الميناء الساحة ده الكنتينيرات في الخلفية الكنتينيرات موجودة السيارات بتدخل تضع الكنتينيرات لمجرد تجميع الكنتينيرات بصورة في مكان ما وحوالي 10 أو 15 سيارة أخرى بتنقلهم إلى الوحدة بتاخدهم على الصفر بالضبط كده هو هنا نقل في الفيديو لشيء مهم هي أكبر دولة بتصدر هي أكبر ميناء في العالم وأكبر ميناء في الصين نفسها وأكبر ميناء في الصين هو الصورة نقلت لشيء مهم وكت سعيد قوي لما أنا شفته لما بيقولون هنا في مصر هو احنا لما عندنا بحر أبيض و بحر متوسط و نيل احنا بنزرع سمك ليه طب الصين عندها بحر بيزرعوا سمك ليه ده ما زرع سمكية ده الريف ده الريف صوبات زراعية و ما زرع سمكية طبعا أنا مررت على الريف من خلال الكطار السريع فاق السرعة اللي بتتميز به الصين 350 كيلو في الساعة قطعت 1200 كيلو في خمس ساعات ما شاء الله من خلال ذلك شفت الريف الصين الريف الصيني الحيازات أنا كنت متصور الحيازات الزراعية أكبر من كده الحيازات الزراعية كبيرة أكبر من مصر لكن مش بحاجة ضخمة جدا ولكن الملفت ثلاث حاجات الحاجة الأولى أن هم بيتحولوا تلقائيا إلى الصوبات الزراعية بلاقي صوبات زراعية كبيرة جدا وقدرت أهمية مشروع الصوبات الزراعية اللي بيتم في مصر والتعاون الصيني مع الصين في الصوبات الزراعية وفي الاستزراع السمك وقدين هم بيستغلوا كل منطقة فيها مصادر مياه في أن هم بيعملوا استزراع سمكي هذه الدولة اللي بتحقق استزراع سمكي ضخمة جدا هذه الدولة اللي بتطلع انتاج كبير جدا من الصوبات الزراعية متقدمين جدا في هذا الشق الفلاح الصيني عملوا محدود أنا ما شفتش مواشي في الحقول الحقل مخصص هي الزرعة الأحواض الزراعية نوع واحد من الزراعة الصهوبات الزراعية بيتم استغلالها بقل عدد من العمال الانتشار كبير جدا للمزارع السمكية الريف هقول لحضراتك مفاجعة الريف في بناء على الأراضي الزراعية بناء على الأراضي الزراعية بناء وحدات منتجة هم ما بيبنوش بيوت على الأراضي الزراعية مش للسكن يعني مش للسكن ولكن هناك مصانع في الريف بحيث أن هذه الصهوبات المنتجات بتاعتها تتغلف المنتجات بتاعتها تتصنع في الريف يعني خدمات لوجستية مصر خدمات لوجستية إنتاجية كل شيء في كل حاجة في الصين منتجة بأقل عدد من العمال رغم من عدد ليه بأي أنه بيستخدم هذا العدد الكبير من الصينيين في أنهم يعملوا عمل حقيقي طب الفلاحين دول هيسكنوا فين؟ هل تتخيل حضرتك أن باستثناء البيوت الأديمة توجهوا بالكامل إلى الأبراج حتى في الفلاحين بناء برج في الصين دي مسألة لا تختلف عن بناء عمارة في مصر بسيطة جداً وبأقل عدد من العمال عشان أنا برضو عرفت ليه إحنا بنستعين بين الصينيين في أبراج العصامة الإدارية الجديدة هل بيتابعوا نظام الكونكريت الجهزة أو يعني البدران الجهزة والخارسانة الجهزة بتتركب؟ ده صحيح عشان كده في مصانع بيقى بتطلع البدران جهزة وبتركب على طول البرج كأنك بتعمل ميكانو عدد عمال محدود أنا شفتهم بيبدأوا من الأرض هو وينش وعدد لا يتجاوز مثلاً عشر أو عشرين عامل فقط وبيطلع بالبناء الكبيرة فالتطور هم بيبنوا البرج بمنتهى البساطة يعني أنا مش عارف إحنا مستكترين على نفسنا أنه إحنا عندنا عدد من الأبراج في العصامة الإدارية الجديدة أنا الصين شفتها المستقبل للبناء ما أنا لازم أستشرف المستقبل لازم أعرف أن الدول اللي فيها عدد سكان كبير لازم عندها توسع رأسي هم فعلاً بيتوسعوا توسع رأسي بيحسنوا من حياتهم بيطوروا من آليات المجتمع للوصول إلى أكبر طاقة إنتاجية وأن العدد الكبير ما هوش عائق بالعكس ده هم كمان بيدوا دلوقتي للتكنولوجي والآلات والروبوت فرص للعمل وبيفرغوا البني أدم نفسه للإنتاج الحقيقي لازم العدد الكبير يكون قمته أنه يشتغل شغله حقيقي هو مش يتوظف لكن يعمل إنتاجية حقيقية لكن يعمل فكانت المشكلة بتاعتنا غير عندهم لأنه هم بدئين من بدل هم ابتدوا من بدل وتطوروا هم ابتدوا من بدل وتطوروا واشتغلوا وكان عندهم ثقة في نفسهم لم يضيعوا وقتهم في المهاطرات والصفصطة ومن عليه إيه ولازم أنت اللي تعمل وأننا اللي عمل مين اللي هيتغنى الأول ومين اللي هيتفقر الأول الصفصطة الاجتماعية هم عندهم المواطن سبل على دولته اشتغل عمل حقيقي هم بيحبوا الشغل ورغم أنها بتوصف أنها دولة اشتركة الغدلات إلي أن أكبر عدد من الملياردارات موجود في بيكين نفسها أنا شفت بيكين أقرب للقاهرة بصراحة يعني أكبر عدد هي فيها كل حاجة وفيها الغني وفيها الفقير وزي ما الطريق واسع في بيكين وزي ما الطريق فيه طبعا عدد كبير من السيارات إلا أن هناك شرائح اجتماعية أقل في بيكين في الننجابو أنا شفت عدد أنا شفتها عملة تقترب اسكندرية عندنا الفرق ما بين بيكين وننجابو الفرق ما بين القاهرة واسكندرية فأنت بتلاقي فيها نوع من التطور لكن في كل الأحوال المترو والأنفاق سواء في هنا أو هنا في ننجابو مترو الأنفاق ثلاث دوار دول المترو ثلاث أدوار مول ما بين المحطات مول الناس بتنزل المول العيشة هناك مش رخيصة العيشة هناك غالية متكرش من البضايع في الصين أن العيشة الخيصة هناك مركات وهناك عيشة غالية والبضايع عديمة الجودة اللي موجودة هنا في مصر مش موجودة هناك هناك البضايع والسيارات تكنولوجيا عالية جودة عالية جدا مشكلتنا أن البعض من هنا بيطلب مواصفات قليلة عشان يدخلها تماما كنت حابب أستفصل محركة لموضوع ده بحس أنه اللي بيستورد من هنا في مصر يجيب الحاجة الرضيئة ويبيع على أنها حاجة كويسة لكن هو المتاح في الصين غالبا بيبقى في جودة أعلى كتير من اللي موجود في مصر والصيني اللي معها فلوس بيعيش عيشة رفاهية يعني مركات الصينية كمان والتي عالية هي عالية الجودة ومنفتحها وفيه سيارات عالمية كتير كمان بيتم تصنيعها في الصين ولكن لازم نعرف أن هو الاقتصاد هو الاقتصاد مش معناه نجاح الاقتصادي مش معناه من الكل يبقى أغنيه ولكن النجاح الاقتصادي معناه تحسين في مستوى معيشة كفة الطبقات يعني الشخص اللي عنده دراجة بخارية اللي كانت بتطلع عادم علشان يخنوا الناس النهاردة الدراجة بقت كهربا واللي بيشترها عربية ما بيشترهاش للمنظرة هو بيشترها لما يكون محتاجها لكن أنا النهاردة لو أنا الشغل بتاعي على المتر والمتر وحيوصلني وكده أنا مش بحتياج للسيارة يبقى إيه لازمتها هو شعب عملي جدا زي ما قلت لحضرتك أنا في الريف في بناء على أراضي زراعية لكنها وحدات منتجة أنا ما شفتش حد بيبني عشان يسقع أراضي عشان يحاولها من زراعة المباني ما فيش الكلام ده ونجم ضبط شديد وفي معلومة أنا عرفتها أنا ما عرفش عادتك في سنة الزيارة روحت شنغهاية ولا شنغهاية دلوقتي فيها مركز اسمه مركز الإبداع بيتيحوا المواطنين اللي عنده فكرة حتى لو مشروع تجاري مش ابتكار بمعنى ابتكار انه روح ويجيب خمات ويجرب ويلاقي حد مثلا يرشده ازاي يغلف في ازاي يعمل المنتج مركز الإبداع والابتكار من اول حاجات اللي فيها فكرة مثلا منتج جديد او فكرة بحث علمي او اختراع الى انه هو منتج بس هيعمله بشكل معين كل الكينات الكبيرة وكل الشركات الكبيرة هي عندها وحدة تطوير وزي ما قلت لحضرتك هناك وحدة تطوير للمطورين ووحدات اخرى للتكنولوجيين اللي بينفزوا ولكن هي الميزة والثقة ان الجميع بيعيش في تكافؤ فرص والجميع راضي والجميع سعيد وسط حالة تكافؤ الفرص اللي هما موجودين فيها تمام 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 انا حابت برضو اقول لحضرتك ان انا انا اسف لان اقوله ده انا جالي صدمة حضرية من مجرد ما شفت الصور فلو كنت بحضرتك هجلي صدمة حضرية على فكرة انا ما جاليش صدمة حضرية انت كنت متوقع ان هما وصلوا كده لا انا متوقع ان احنا ما نقلش عنهم ان هما ما عملوش حاجة اكتر من هما اشتغلوا انا ثقتي في نفسي وفي بلدي وفي المواطن المصري ثقة غير محدودة هذا المواطن اللي من اذكى الشعوب اللي عنده قدرات خارقة ولكن ما نرميش كرة اللهب على بعض ما نقولش الحد قصد انا ماليش دعوة انت اللي غلطان هو انا اللي غلطان ولا انت غلطان ما احنا اللي اتنين غلطانين هي السفينة لو اخترقت الجميع هيغرق ولو صارت الجميع هيسير احنا مش اقل منهم احنا محتاجين هما ما عملوش حاجة غير انه هما اشتغلوا انا في الصين في الصين لما بتمشي في بكين انت ما بتشوفش دور عبادة كثير ولكن هل فيه دراجة من الدراجات الوافعة في شرعة سرقت هل فيه الامور فيه انضباط وفيه قانون وفيه سيادة قانون وفيه ناس بتشتغل بتشتغل ثقة في مشروعها ثقة في دولتها ثقة في برنامجها دي حقيقة احنا لو اشتغلنا وخدنا قرارنا نشتغل لو اشتغلنا مش هنقل عن الصين او عن اي دولة في الدنيا طب اسمح لي بس حضرتك برنامج الخبراء او مخزون الفكر الاستراتيجي او مخزون الفكر العالمي بالاضافة الى الحوكمة الاجتماعية ممكن بس دي بسط الفكرتين للناس وهل ممكن من خلال برنامج يعني خبراء المخزون الفكري العالمي نستفد من فكرهم ومن اللي هما وصلولوا عشان نحاول نطبق منه انا مش عايز بس شركات تيجي تنفس لنا مشاريع وخلاص انا عايز اعرف بعد فترة اعمل انا المشاريع بنفس الفكر ده وبقى عندي ادارة في المشاريع وفي الشركات زي ما هما عندهم ده مهم جدا السؤال احنا في البرنامج هو البرنامج كان عبارة عن ان هما بيستقدموا خبراء عشان يعرض عليه التجربة وفلسفة الصين في مبادرة الحزام والطريق من خلال المحاضرات الناس منفتحة على العالم بالكامل بيتبنوا المبادرة هي الحزام والطريق عبارة عن حزام بري بيربط الصين باوروبا واسيا وطريق بحري بيربطها بافريقيا ومن ضمنه بيمر على مصر ومصر عضو في هذا الحزام وكنت في منتهى السعادة لما بلاقي العالم المصري بيرفرف في الميادين الرئيسية في الصين بصفة مصر عضو في مبادرة الحزام والطريق الدول الشريكة في هذه المبادرة دايما بمعتزين بها واعلمها في الميادين الرئيسية هما بيقدموا ايدهم للعالم بيقولوا احنا عندنا تكنولوجيا وفقا لعلاقات دولية جديدة قائمة على علاقة الكل فائز هما عندهم عندهم مشكلة ايه؟ هو عنده انتاج كبير وعايز يأمن الانتاج بتاعه والاسواق بتاعته بشراقات استراتيجية علشان الانتاج بتاعه يوصل بيخلق شراقات استراتيجية ما بينه وما بين الدول الشريكة ليه؟ يعمل تحالفات يبقى مبادرة الحزام والطريق اللي اتعرضت علينا في البرنامج علشان نطلع عليها هي بيتمنق استراتيجية لكل فائز عنده مبادرة بتمويل اكتر من 125 مليار وممكن تصل الى 200 مليار لبناء لتمويل بنية تحتية في الدول اللي بتشترك في المبادرة مصر بتستفيد من المبادرة من خلال الابراجل في العاصمة الادريالي الجديدة حصلنا على تمويل من هذه المبادرة القطار السريع كمان اللي هيربط القاهرة بالعاصمة الادريالي الجديدة في مجال لتطوير السكك الحديدية عن طريق نفس شركة CCACC في مجالات كتيرة للتطوير تقريبا فيه هيبقى فيه القطار السريع ده هيبقى في مصر هيبقى موجود في مصر فيه دراسات عنه والشركة ممكن تطورش المرافق السكة الحديد هو ايضا عندنا مدينة المنسوجات يبقى الناس النهاردة المشروعات اللي بتتنقل بالصين لدول الحزام والطريق اللي مصر حريصة انها تحصل على اكبر جزء من كعكة الحزام والطريق في استثماراتها عندها تبقى مصر بوابة الاوروبا وبوابة الافريقية والافريقية يبقى انا بناخد تمويل من الصين بسعر بسيط بندخل في شراكات مع الصين علشان يعملوا لنا بنية تحتية واستثمارات ويجبوا لنا استثمارات في مصر هم مش عايزين هم يكسبوا يدونوا مساعدات على النموذج الغربي القديم انه يدخل يجي في الدولة يكسب وبعد كده يقدم مساعدات هم مش عايزين يقدم مساعدات هو عايز يدخل في شراكة الكل فائز هو عايز يدخل السوق يضمن السوق ويعمل تحالفات انت تكسب وهو يكسب هو الفكرة انا مش عايز الشركات يجي تنفذ تعملي مثلا مدينة للغازل او تعملي مثلا تطوير للسكك الحديد فكرة انه يبقى عندي معدات جديدة وفائقة التكنولوجي وحتى لو العامل متضرب ويقدر يتعامل معاه مفيش مشكلة انا فكرة الادارة عايزين ننقل سيستم الادارة اللي ناجح هناك نحاول ان ينطبقوا هنا هم مش بالو إلا سيستم ادارة متطور مفيش حد هيرمي فلوسه لما بنتكلم في مدينة في مشروع زي مدينة المنسوجات في مدينة السادات هو هناك نسبة عمال اللي حددتها القانون اللي هي ما بين 10 و 20% من العمالة من الممكن ان يكون صينيين انما بس في دناه من الغالبية العظمى من العمال المصريين الدور بقى عندنا احنا ان هم بيعتبر ان اللي هيكون من عندهم خبراء ان احنا نتعلم منهم علشان نكمل زي ما هم اتعلمهم من الروس وتعلمهم من اليابانيين وتعلمهم من الصينيين وكملوا ده دورنا احنا لما هم بينزلوا باستثماراتهم وبينزلوا بمشاريعهم بيبقى انا دوري ان انا اتعلم وهاكمل وعلى فكرة انا يمكن احنا سألنا واحد من الزملاء لما كنا في شركة تومي سألوهم قالوهم انتو عندكم استعداد تدربوا ناس وفقوا معندهمش اي مان معندهمش مشكلة وهو جزء اصلا من فكرة المعونة او المساعدات ان ما تبقاش مادية ولا تبقى ان انت تاخد اجهزة تكنولوجيا وقلاص ان انا ادربك وانقل لك الخبرة وكيفية الادارة هم مفتحين على كل شيء لانه هو بيتبنى هو شايف انه هو بعد ما السوق الصينية الانتاج وفرة الانتاج مش هي الضمانة الاساسية لانه لا يتحارب المنتج الصيني في كاف الدول العالم والضمانة الاساسية انه هو يخرج من الصراع اللي تحاربوا فيه الامريكا وانه هو يضمن اسواقه وان الاسواق الخاصة به ما تتعرضش لضغوط سياسية في كل العالم علشان ما يفضلوش المنتج الصيني الضمانة الاساسية انه يدخل في علاقات شرقات وعلاقات متشابكة اقتصادية متشابكة على قاعدة الكل فائس وجاهز للتمويل لانه التمويل هو عقبة كبيرة لهذه المسألة اذا هو عنده المبادرة مبادرة ممولة هتقدم التكنولوجيا هتقدم البنية التحتية هتقدم كافة الاليات اللي من الممكن ان هي تخلق شرقات يصعب ان هي تنفصل في المستقبل والكل فائز وهم عندهم فوائد مالية وعندهم خبرات وعندهم تكنولوجيا وبيدعموا علاقاتهم مع الكل علشان الكل يبقى فائز فمحدش يقدر يتخلى عنه بصراحة فيه دول كتير في شرق اوروبا يعني مؤيدة لمبادرة الحزام والطريق هو البعض المتخوفين مش بيهاجموا ان بعض المتخوفين زي المانيا او غيره في الغرب الاوروبا هي الميزة في مصر البعض كان بيسوق لنا مبادرة الحزام والطريق في فترة ان هي عوضا عن قناة السويس وان هي هتضر قناة السويس ولكن هي مصر كانت القرار القرار كان صحيح جدا ان احنا اندمجنا مع المبادرة احنا دخلنا بقينا عضو من المبادرة بحيث ان الطريق اصبح الطريق الباري بيمر في مصر مينة السويس هتبقى من المواني الاساسية في المبادرة وهيكون لمصر دور كبير في التفاعل والتعاطي مع مشروعات هذه المبادرة بما يعود بالنفع ايضا على الطرفين اصبح لي انا سعيد جدا بالحوار مع حضرتك وعايز اقول لحضرتك انا بقاطح حضرتك علشان استفاد لان فعلا الحوار سري جدا وانا مش بافش سر هو دي حقيقة الطريق البحري تجنب كل المواني اللي في الخليج العربي رغم اهميتها مفيش ولا دولة في الطريق بتاع الحزام والطريق الا ميناء قرارة السويس مصر هي الدولة الوحيدة ومصر عمل الطريق كيف تتوين القاهرة علشان بتربط يعني القرأة الافريقية كلها بالطول وفي المؤتمر استثمار في افريقيا اللي تعمل في العاصمة القدرية من كم يوم الرئيس قال تلاتة مشاريع كبرى هتربط اسيا وافريقيا واوروبا فاحنا دلوقتي الحزام والطريق ما بقيتش حاجة تخوف اوروبا لان كل العالم يتجه لانه التجارة ما تبقاش بس عن طريق البحر تبقى كمان عن طريق سكف حديد وده اوفر واسرع وبيشوفوا فرص كتيرة لان التبادل التجاري بقى اسهل واسرع والعالم كله بقى قرية صغيرة فما فيش ما يدعو في الغرب لا الامريكا ولا بعض دول اوروبا الغربية انهم ما يخافوا من الحزام والطريق واحنا مستفدين كتير من ده مش بس كده ده السنين بتجهز ليه مبادرة طريق الالكتروني عن طريق الشبكات الالكترونية يعني انترنت بديل ولا لا انترنت اه انترنت خاص انترنت بديل هم عندهم بعد المشاكل اللي حصلت لهم مع التعاون مع الامريكان في الانترنت هم بيجاهزين بتكنولوجيا وربط الالكتروني بديل لدول المبادرة هل احنا ممكن نخش معهم في الشبكة دي هقول له حضرتك حاجة بالنسبة لكل حاجة احنا الكابلات قطعت كذا مرة في البحر لابي حقيقة بالنسبة لكل حاجة احنا بالنسبة لمصر مصر دولة كبيرة ومصر عندها مشاريع جاهزة عندنا الموارضة الطبيعية عندنا الشعب وعندنا العمال عندنا الطموح عندنا الاستقرار واتحقق وعندنا ميزانية الدولة اللي اتحقق احنا محتاجين تمويل محتاجين اكبر قدر من تمويل التنمية فمصر منفتحة على الصينيين اللي هيجوا يمولوا ومنفتحين على مبادرة حزام وطريق وفي نفس الوقت منفتحة على الغرب ومنفتحة على كل الدول اللي جاهزة تحط ايدها في ايد مصر لان مصر تحتمل ويمكن الرئيس تتكلم قبل كده هو عايز يقبر الاقتصاد مشكلة مصر ان الاقتصاد يحتمل انه يكون ضعف اضعاف الاقتصاد اللي موجود لو حجم الاقتصاد كبر ده معناه القضاء على البطالة والحد منها ومعناه تحسين معيشة المواطن ومعناه خلق فرص عمل فاحنا النهاردة علشان الناس دي تشتغل الناس هتشتغل مش هتشتغل محتاجة شركة والشركة محتاجة تمويل وإدارة اذا نحن منفتحين على كل من يمد يده لمصر بالتمويل ونقل الخبرات والإدارة كلام جميل جدا ومبادرة الحزام والطريق كلام عنها لا ينتهي انا حبيب بس حضرتك تدينا نبزة عن فكرة الخبراء البخزوني الاستراتيجي او الفكري العالمي هل هي مبادرة صينية او هي برنامج صيني فقط ولا على مستوى العالمي؟ لا المبادرة هي عبارة عن برنامج بتقوم به الحكومة الصينية لدعوة الخبراء اللي موجودين في معظم الدول اللي متفاعلة مع المشروع الصيني للحزام والطريق في عدة دورات بتقدمها على أساس يطلعهم على التجربة الصينية بتكون المحاضرات هي منظمة من جامعة استسمى حضرتك بس فاصل وحنرجع نكمل مع هذا لكم ربنا موسيقى ورجعنا لكم تاني مع دكتور وليس جبالله معلش شوف عشان الوقت بيسرقنا في أقل من ديئة كده ودكتور بس حضرتك شوف المسابل ازاي والصين ازاي؟ الصين جاية مفيش حد هيوقفها عندها هي حريصة ومبادرة حزام والطريق مهمة بنسبالها علشان تسبت وضعها في أسواقها وتفتح أسواق وتفتح شرقات كبيرة تناسب حجم الاقتصاد الخاص بيها ولكن اللي أنا شفته مؤكد أن الشعب اللي بيقوم بكل حاجة كل ما يقوم به الصيني اللي زي ما قلت لحضرتك كله صغيرة وكبيرة بيقوم بها الصينيين مش متكبرين ما عندهم شعون سوريا بيحبوا بلدهم أتصور أن كل المقاومات اللي موجودة للنجاح هي موجودة للاقتصاد الصيني أكتر من غيره من الاقتصاديات اللي عندها مشاكل اجتماعية أو غيرها أتصور أن الصين قادمة ولن يستطيع أحد إيقافها في النهاية أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله يبقى فيه فرصة للقاء تاني أنا شخصاً استمتعت بالحوار جميل جداً وإن شاء الله بإذن الله لازم نكمل الموضوع وفي الختام أتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم وألقينا بعض الضوء عن الصين زي ما احنا بنعرف أمريكا وبنعرف بعض الدول التانية لازم نعرف الصين لأن زي ما قال الدكتور الصين قادمة وبقوة مفيش حد هيقدر يعطلها حلقة جميلة وأنا استمتعت بيها وأتمنى أن تكون العودة حميدة وخير بدايكت مع دكتور وليد جبالله نورتيني يا أميرة وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في الزبت الجاي أنا كمان عايزة أشكر دكتور وليد جبال لأن أنا بجادة بسبب حضرتك أنا هوت وروح الصين بسبب كل الكلام الحقيقة قلت ده إن شاء الله يكون فيه فرصة أريد الله إن شاء الله إلى اللقاء السبت القادم السلام عليكم